السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيت قرقب انا وياكم شوية الكلام ولكن بعثكم تدروا لي اللايك وتسمعوا وتوزعوا ومنشروا نشروا نشروا الاوديوات رزوين انرا محتوى زوين كيحار بزاف دي القنوات اللي هما ما عندهم تافيدة واللي كيخليوا القنوات اللي هما ممتادئين وطالعين بشي محتوى زوين بحل الطابخ بحل تجمع الاسري بحل الاحترام بحل مثال الاحترام للعائلات من ساب ومن لحمات ومن الاخوة ومن الجيران كيطيحوا وما عندهمش واحد واحد نسبة كبيرة من مشاهدة وهما تيطلعوا بكل ما عندهم من قلة الاحترام كيطلعوا مهم عرفناش علاش. لهذا احنا بغينا اليوم ان انتحدوا ونوزعوا وننشروا بعد هذا بعد القنوات اللي هما حقهم ضايع اللي كي يتكلموا في بزاف دي الاشياء اللي كتنفع الناس اللي كتخليك انت قلس في الدار ما عارفش اش تدير وكتنوض ولا وتشتغل حتى في اليوتيوب حقك. احنا ما كنخلصوهم مش لا انا ولا انت ولا الاخر ولا الاخرى ولكن كيحشمونا وكيخليوا الصمعة ديال البلاد ديالنا طايحة قدمة الدولة كتزيد تزيد القدام وتخدم القدام باش تطلع من البلاد في كل شي من المعامر من التصميم من تشييد من الطلاب اللي كيقرأوا وكيتخرجوا ولكن جوا هاد القنوات هاد ونزلوا المستوى ديال ديال نفوسهم مش ديال البلاد. انا غدين بدال لكم بعض القنوات اللي انا كنشوفها عار وخطيرة جدا علينا وعلى وليداتنا. اه مثلا انا دخلت نتفرج بعض القنوات دخلت ماشي حبا فيهم وانما باش نجمع شوية الافكار. الا الاخر غايدير هاكا. احنا زدناهم شوية ديال المشاهدة. لكن بعض القنوات اللي كتتمنع هاد شي ولي كتتحارب هاد شي ما عنداش المشاهدة الى كنت انت والاخر كتوزع هاد القنوات اللي هي زوينة ونضيفة منهم بزاف وغادي نطرقوا لها في اوديو تاني. اه غادي يكون غير ديال القنوات اللي يزوينة اللي كتعطي المحتوي زوين اللي كتشجع اللي كتخلي الانسان ينجح مع نفسه وكيف تخر بنفسه كيكون مبتسمي لك يشوفها. غادي نطرقوا لها مرة اخرى. اه اليوم غادي كيف قلنا غادي نطرقوا القنوات ديال العار الخزي. القنوات اللي ما عنده مش علاش يحشموا. القنوات الخطيرة جدا. الخطيرة على الناس اللي اه كيربحوهما بيها الفلوس. اللي هي مثلا اه هاد اسمه وسليما اللي اه كانوا في الاول طلعوا وكانت عندهم واحد نسبة لمشاهدات بزاف لكن بين عشية وضحها تفرقوا ودخلت اه المشاهدات عندهم حتى دك تبرعش ديالهم دك السبان ديال اه دك اه اسمه اه بقلة الحياة وكلام ساقط وفحش متقدرش تسمعو متقدرش تسمعو. لكن اه اه خلاه يزيد يجلب الناس اللي تزاد معا حتى الكوبل ديال المكناس لانهم باش يزيدوا شوف شوف الافكار شوف الافكار الجهنمية ديال تضامن مبيناتهم. هو اه هاد الكوبل ديال المكناس. هاد يناضروا عليه من بعد هاد اسمه وسليما. اه كانوا كيطلبوا هاد اسمه وسليما كانوا كيتبرشوا وكيطلبوا وكينصبوا بطريقتهم وما بالاحسان. ودير ان اه واحد الاطفل الناس حتى اتضامنوا معاهم حتى حبوهم حتى بغوهم حتى اه بدووا كيعطوهم وكيعونوهم من كل شي من البرتاج ومن المشاهدة ومن حتى العطاء مبيناتهم حتى صار اه اللسان ديالو ديال هاد اسمه بعد ما تفرق مع الزوجة ديالو. لسانه خايب وخاسر ومصخ ولا تجرأ ولا كي يدير واحد التعامل مع ولده اللي هو ولده من صلبه. اه واحد الحركات خايبة جدا ما كي دير اتشي واحد الا البيدوفيلات ونابحة اه بدات ينشر الصور ديال ما ديالو بلا حشمة بلا حياء بلا احترام بلا اتشي حاجة. اي مرتك هذي كنت كتتصور كنتي كتتصورها. لكن انت كنتي خاسيس وكنتي خبيت وكنتي كتجمع. تصور باش تخرج واحد النهار تدير بيها البوز او لا تخاصن تويها وتحتها. وتقل Mini سابك اللي هو الاب والام ديال ديالو زوجة ديالك اللي حلها الله بينك وبينها. تقول عني هم كلام خايبوا على اخوتها ودقول لهم العربية. وتقول لهم مسخرين. وانت اصلا اصلا الله يسمح لنا من من هذك السيفة اللي عندك انت كلك على بعضك الصورة ديالك ما زويناش ما زويناش علاش الأفعال ديالك ما زويناش وأنو أنها صورة تتضرب بي او تزيد على ذلك كتستغل العقد الزواج ديالك في الحرام وكتقر بيه وكتقولها وكتسب المرأة وكتحلف عليها بأن لارا غادي تضربها وغا تخسر ليه وجهها وغادي تمنعها على القرية وشحال ديال الحويج كلهم العيالات مني تيكونوا في ديورهم مزوجين تيكون عندهم واحد سر ديالهم مع الزوج ديالهم كيحبيوا على وليديهم انت يا جوج كلمات فضحتها راس قطاس رادر تسقط علاش رالحسن الثاني اللي رحمه راس قط فلباك وقالها قال انا راني سقط فلباك علاش السقوط مش يعيب السقوط غير باش مرة جاية تطلع بدون اي تغشيش المهم القناة ديال المكناس هاد القناة معروفة غيب البكاو بالنصب و بالاساء الام ديال الزوجه را دربتني را جرت علي را قالت لي را حبكتني را قالت الممي را جت عندي ممي را جرت عليها را جرت علينا را دارت الولده را قالت الولده هاد شي كله باش تيكسبو العطف ديالناس كي نصبوه اليوم بهاد الكذوب وبهاد طبراحيش وهاد بهاد السعاية عندك القناة ديالنا دا حسي مع نظار مع شكوحة وليد الشكح واخوه وهي امستار هادو كلهم قنوات ديال الفساد الفساد على المباشر وقلت الحيا وقلت الاحترام وكله هاد شي باين بالله را هاد القنوات كي يجلبوا الفلوس وكيتافقوا وكيتاحدوا وكيدلوا لايف بنتهم باش يطلعوا المشاهدة عندك السي دي هاد دنيا وإحساس هاد دنيا وإحساس هاد الكب الكسول جدا عنده واحد الجراءة ديال الكلام ديال السعاية ديال الخيانة ديال المشاهدة ديالناس خيانة بالمشاهدة ديالناس راح نقلسنا رمشينا عند مورا جريت علينا المويم ديما كيدخلوا العائلة انها العائلة ممزياناش عندك السي دي هاد القناة ديال عمو الباريزي ونانو ونيبالا هاد 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 عمو الباريزي واحد رئيس العصابة واحد الشارف واحد الهارف ما تيحشمش لسانه هو راجل كبير ولسانه فاسد خامج ما تيحشمش قاع راجل مشي في المستوى راجل ما كيمتلش الناس بالكبار بواحد نصيحة بواحد الهداية للناس كأنه هاد الراجل ما تطلع للجواج او مجوجه مطلق او مجوجه مكرفس على ولاده هربان عليهم راجل مشي في المستوى عندك هادي جوهرة مغربية جوهرة مغربية مع اسرة مغربية الزوج ديال هاد جوجلي القنوات كي يكذبوا بزار كي يضلموا على الناس ما كيحشم كي بقاوي يطلبوا بطريقة كي يضلموا ما عندهمش دك الدفء العائلي ما عندهمش دك المحبة ديال الاخوة المهم انهم مطلقين ما مطلقينش مجموعين ما مجموعينش الناس كي بغير يكسبوا المشاهدة باش يشريوا الديور وباش يشريوا العطف ديال الناس وما كيهمهمش الكسب ديال المال ولو في نسابهم في خوتهم في عماتهم في العائلات ديالهم في جيرانهم في كل شيء المهم غير المشاهدة اللي يدخل الفلوس ما عندهمش المشكل عندك القناة ديال ساريكل وهي حتى هادول بجوجهم قناتهم لا فائدة فيها كي يشجعوا على الأم العازبة انه ساريكل ما تزوجاتش وولدات وعادي عندهمش مشكل والكلام الساقط والضرب في الدولة والضرب في الناس اللي ما تيعرفوهاش واللي قال كلمكة تعطي عشرة المعاطية قلة الحياة هاد القناوات بجوج ما كيش يجعوا على حتى شي حاجة ما فيه حتى شي فائدة عندك الملولي الملولي القناة دياله ما عنده حتى شي حاجة غير الفوحان وكيتتصل بهذا وهذا وكيجمع المشاهدة من هذا وهذا وكيدخل راسه بخيط بيض وهو أصلا كيحفر لأي واحد دخل بيناتو عنده واحد عنده واحد طريقة باش كيكسب الغير وكيكسب على ظهرول الفلوس ما ماشي مشكله ومني كتجيه الفرصة باش كيسبه كيعير اي حد فنان بنت فنان ما كيحشمش يعني ما كييعرفش بلا راه كيني الناس كبر منه كيني الناس كيحتارمو عندك القيدة غيطة اللي هي اسمت راسه قيدة والقيادة والانسان منك يعطي لراته واحد الرتبة راتي يكون كيفيد الناس كيفيد الناس بزرد يالحويج غا تقولوا ليلا حقا القيادة وماديرين وفعليين وصنعين ماشي مشكله ولكن عندهم منصيب عندهم واحد لهيبة عندهم واحد المكانة غري لا دازم حدك القيدة او لا دازم حدك القيدة را عندك واحد لهيبة بغض النظر انه صيبت ليه ما صيبتش ليه المقدم قال ليها كذب عليها خرجت المقدم مشتغل لها المهم احنا كنهضروا بس على المكانة ديال الاسم اللي هي اخدته دارته كقيدة غيطة ما عنده تشي محتوى كتهضر بزاف الفساد كتفسد البنات كتشجعهم على بزاف ديال الحويج على طريقة ديالكلام ديالها على الحركة ديالها على العراء ديالها على كل شي انا ماشي ضد هاد الناس وانما كنهضر على القنوات لانما كيعطيو حتى شي محتوى عندك اسماء بيوتي اسماء بيوتي صحيح واحد سيدة نجحت لكن ما نجحتش الا ما طلعت الكلام الخايب على الناس ديالها ما احترماتش الحماد ديالها ما احترماتش الحماد ديالها اللي كان واحد الفضل عليها منهم كبير جدا هاد الفضل انهم لموها جمعوها هم الاساس فيها يعني احنا كنقولوا بغينا مليون ولكن بدك المليون اللي غدينوصلوا ليه اخسنا نبدو من الصفر وهذاك الصفر اللي كان احتضنك شي حد راه هو اللي اعطاك وهو اللي شجعك وهو اللي شد بيديك باش زتي الواحد جوج لا تحتل وصلتي للمليون وما اكتر اذا الاسماء بيوتي القناة ديالها ما عرفش علش الناس متضامنين معاها بززب يمكن لانا عندهم فضول ان يشوفوها كيفش بدات وكيفش ثلاث ولكن هي ما كتعطيش كيفش شرات ولا كيفش اسات ولا كتعطيغي الكلام الخاوي اللي كتوحي القناة ديالها بالعقوق بانع الرجل على مرته ويمكن هذي النسبة الكبيرة ديال البنات اللي عندهم واحد الحساسية ما بين الحاما وما بين الراجل أمو وما بين العائلة ديال الراجل وما بين اللوسا هذك شي علش متضامنين معاها وكي وكي يابونيو عندها عندك مايا مايا بابش هذي الرقصة اللي هي عنده واحد جراته هي خاوية كتب قتعطيوا واحد الكلام البنات في المجدمع ديالنا اللي احنا ما غنيش نقول لكم احنا واحد المجدمع ما كينش بحالو وإنما نوعا ما كينين بعض العيالات اللي كربوا ولدهم على واحد الحفاظ على الجرأة ما يتجرؤوش بزاف ما يقولوش شي كلام ماشي واداك ما يتحركوش بزاف ما يلبسوش شي حويش من شي يادك عندنا واحد الحدود هذ مايا كتشجع على كل شي ماشي على الرقص الرقص كلنا كنرقصو كلنا إلي جتنا جتنا هذا كي يقولها الحالة ديال النشاط ركا نشطو ولكن هي كتشجع على بعض الحوارات عندها ماشي مزيانة اللي هي خاوية عندك هذا القناة ديال مربوحة مربوحة والعائلات ديالهم كاملين اللي هم محل للقنوات هدو عندهم المشكل ديالهم هو الإحسان كيستغلوا الناس كينصبوا نصب كبير جدا كيعطيوا واحد صورة للأب أنه يرفض الاحترام للزوجة وكامرأة وكيعطيوا واحد نظرة للأباء اللي يطلقوا عيالتهم أو بغين يطلقوا عيالتهم أنهم يهربوا على الوليدات وميعطيهم مش المصاريف ديالهم ويخليوهم شردين ويحطوا المسؤولية على الأم ديالهم وظالمين المرأة بصفة عامة صحيح أنه هو شد الأم دياله وخوتاته ولكن رب يعطاه واحد انتقال من الأم والخوتات للزوجة ما قامش به لأنه طماع يجمع الفلوس محتوى غير في المستوى فضيحة فضيحة جدا هدا هو القنوات اللي أنا بحط فيهم شوية وعرفت أنه المحتوى ديالهم ماشي زوين ما كيفيد بالتاشي وقتاشي حاجة ما كيعطي حتى شي حرية أنك تسمع بينك وبين العائلة ديالك شي محتوى بحل القنوات الأخرين المرأة الجاية غدي نحلو واحد الأوديو على القنوات اللي هي غدي نحلوها ديال الطبخ وديال الأسر واللي كيعطيه واحد النظرة وواحد الفائدة المتفرش كنتمنا وديروا لايك بزاف ماشي بشوية وتوزعوا واشتاركوا وما غديش تندموا وإحنا يا أنا وغيري وغيري اللي غدين على هاد المحتوى إن شاء الله كانت تلبوم الله أننا غدين نجحوا بش نمحيوا هاد القنوات أو يبقوا هاد القنوات ولكن يغيروا المحتوى ديالهم وأنا عارفة من يول في المياه ما غديش يغيروا المحتوى لأنه حاولوا بش ينزلوا شوية من الحركات ديالهم في المحتوى وما جبش لهم المشاهدات هادك علاش كيلتاجوا الفضايح وكيلتاجوا الحويج اللي هما خيبين اللي كيخلوا نحنا يا نخافوا على ولداتنا ولدات ولداتنا اللي جيين في المستقبل وغد يلقاوا اليوتيوب هداي لا بقى اليوتيوب غد يلقاوه وغيري ويخدموا فيه لأن التوحد ما بقى بغير يخدم كل شي يقول لك يقرأ وتي يقلس يعرف غير يكتب ويعرف يمونطي ويعرف يقاد باش يطلع قناة ويدخل فيها الملايين وهاد شي حيب بزاف ويمكن تنتو معارفين بالله هاد شي حيب بزاف ولو أنك تجيك باردة ولكن خستك تخرج تدير واحد للمجهود وتنمي دك الدراسة ديالك اللي قريتها وتخرج منها واحد لإفادة لناس كانت منه تديروا لي لايكي قلت لكم وشاركوا عندي ووزعوا وشكرا ولك اشتركوا في القناة